أتيت إلى هذه النضوة ضمن برنامج الباحثين الشباب تم استضافتنا لهذا اللقاء كمنحة لنتيجة لبحاثنا الأخيرة والبحاثنا لطروحة الدكتورة وهي بادرة طبعا بادرة جيدة بادرة طيبة غير مسبوقة برنامج المؤتمر كان غنيا متنوعا النقاش فيه كان عميقا مؤطره كانوا خبراء في مجالاتهم سواء في مجال الاقتصاد بشكل عام أو الاقتصاد الإسلامي فكرة ممتازة لتشجيع الباحثين الشباب في هذا المجال وقد استفدت كباحث في برنامج كثيرا واللهي كانت هذه فرصة عظيمة لي لألتقي ببعض الباحثين والعلماء الذين صراحة أنا الآن كنت أقرأ أوراقهم وأحاول أن أستنبط بعض الأفكار لأستفيد في كتابة الباحث فالآن استنحت لي فرصة أن ألتقيهم مباشرة وأناقشهم وأسألهم وأغني أفكاري وأثري معلوماتي أن أتناقش معهم ربما أحيانا نكون هناك إراءة مختلفة يقنعوني أو أقنعهم فهذا صراحة فرصة عظيمة لي I am thankful for the team to provide me with the welcome to attend this 44th symposium of AlPerica at Medina and I have learned a lot of new things over here like what are the principles of Makasih the Sharia How it linked with the finance, how the good economic policies can make the good finance system And how can we achieve through these economic policies are basic principles of Makasih the Sharia and how we can make our life better by using these policies لقد وجدت الكثير من الناس في الناس. لقد وجدت الكثير من الناس لتجربة. وهذا أعتقد أنه جميعا. هذا الناس يأتي الكثير من الناس للمشاهدة للمشاهدين ولكن أكثر للمشاهدين. أعتقد أن هذا الناس جيدا. أتمنى أن أرى مرة أكثر من هذا الأحد. إنه مجتمع جدًا لتجربة المساعدة. يمكن أن تجربة المساعدة والمساعدة المساعدة والمساعدة المساعدة المساعدة على المساعدة المساعدة. اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر